ما ساؤكم سعيد نعود من جديد نعود والعود أحمدهم حللنا أهلا ووطعنا سهلا يا هلا بكم يا هلا إخواني أخوات الأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فضلا وليس أمرا رجاء أن تفاعلوا الجرس تكترو من الإعجاب جتام منامور كوم قيستو فيور الميو أموري وتبرتاجوا على نطاق واسع حتى تعم الفائدة حتى تعم الفائدة وهذا فضلا وليس أمرا إذن لا غالب على الله لا غالب إلا الله سبحانه وتعالى والزلال أم الحيزبنات جعل الله كيدهم في نحرهم جعل الله كيدهم في نحرهم كما تعرفون أن النضال البسنا قبل من هذه الزلالة ما هذا وجعل اللي اللي غدا ننظر لكم عليهم منذ زمان ولحناه وكذلك حطيناه ومنذ أزيد من ثلاث سنوات متفرغين ونضحي ماديا ومعنويا وما كيش زالم من الأزلام يقدر يتفرغ نهائيا تجلسوا بالشهور وبالدهور من 24 يناير حتى الآن اللي عيطوا عليهم قالوا ليهم أجوه لساحة الواغاء وفي عرم ستكون ساحة الواغاء حسب ما توصلت به الآن حسب ما توصلت به وذك شي اللي تندير لي التحليل دياله يجسد على أرض الواقع وذك شي اللي تنخبركم به يؤكد على أرض الواقع تتعرفوني صريح معكم وذك شي اللي تخبوه عليكم تنقوله رغم أن الأغلابية تفرغوا هذك هذك الفيديوات وتدروا مقالات واللي دروا محتوية أخرى ويركبوا عليها يسرقون الأفكار فلا بأس لما يهمنا هو كنت نقول لكم لتي بل في المير ما تنعطلوش تنضرب في السيبلة تنجيب في السيبلة هذ لصوص الترقيات للولا الأبناء العشيرة ولولا الوسائط ولولا عم تكون خالة جداك وحبابك وهمك هل نسيبتك إلى آخره في العرس ما كانوا لينالوا شيئا رغم أنهم لم يكونوا معنيين ذاك الشي اللطرة والتجاوزات اللطرات في الماضي والاختلالات التي بناء عن المذكرات التفصيلية قام السيد شاكب بن موسى بإعطاء أوامره بإعداد مذكرات تفصيلية على هذا الملف ديال ضحايا النظامين وضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة مية واثناش خمسة عشر الستة لتقاعدوا من الفين الفين وخمسة الذين ستكون الأولوية والأسبقية في الإنصاف والترقية لنا ولا لغيرنا أمرهم بحصر جميع الاختلالات والتجاوزات والنواقص والقصور التي جاء بها النظام الجائر الجبان الذين الآن يريدون الإصلاح هم من كانوا السبب في طراكم هذه الملفات وفي ببت الفتنة والتفرقة والتفيئ والتمييز بين رجال التعليم للأسف الشديد أن الأناني المفرطة وكل واحد واللي يصوت على كوالتو وتشوف راسو والتي يقول لك أنا وبعد الطوفان الذي سيجري في الجميع في آخر المضاف لأن فرق تسود إحنا اللي كنا تلعلم والأخرين ولت تمارس على الشيوخ أمرتم وكتن نقول لكم راكم زليل والغدار ما عم ما تطيق فيه ما تدخلوا للدار ومشيتوا درتوا بديكم فيد الغدارة سرقتوا لوائح بياه 44 ومشيتوا عند الغدارة 154 باش دوزوا غدتوا ما 198 واجتوبوا صابونا باش قل لك يدوز كم ومثل الأمم المتحدة ولا كنت دائما بالمرصاد لكل زلم لأنني صمام الأمان لهذا الملف للشيوخ الذين تقاعدوا بالسلم التاسع وما دون الذين رغم أنهم عملوا كتر من 42 سنة وأفنوا زهرة شبابهم ورغم ذلك تم التكالب عليهم والرمي بهم في المحيط وتم إقبار الذي أخرجناه من عنق الزجاجة بفضل الرجال والنساء الأحرار والحرائر مش الكنانم مش الكنانم والحيزاب وناد مش يقجاوش أي شورة مش يسحب الكيش والبركاس على متأول داروا يديهم في الغدارة في حين أن كل من ترقع من 2012 إلى 2018 فترقيته باطلة أسلت لأن القرار الذي تأخذ أمزازي عندما وصلنا لي وقال لنا الحقيقة قال لك ودي أنا بنيت القرار ديالي بناء عن الاقتراحات التي جاءت بهالنقابات والتي أخبرتني بهالوزارة المصالح الإدارية والنقابات بأن الملف بدأ من 2012 وتشاورت مع يعني مع الوزارات المعنية وكان هناك استجابة وبالتالي رقيت من 2012 إلى 2018 في حين أن 4000 متقاعد لتقاعد من 2012 إلى 2015 لا يدخلون في مضامين لمرسوم جوش ساعتارش خمس سمية واربعة ولحد الآن فالتاريخ المفعول المالي والإداري واحد واحد 2016 يحدد ضحايا النظامين ويعترف فقط بضحايا النظامين لتقاعد من واحد واحد 2017 وما بعد 4000 متقاعد اللي ترقاوا من 2012 إلى 2015 لحد الآن يعني السيستام دي الوزارة لا يعترفوا بهم وبالنسبة لتديرهم ورغم ذلك لأن كانوا أبناء العاشرة والوسائط هذك شلي جي انت يبغي ندير و تقلب وقال لك شكون يدوز هم واللي توسط اليوم يدوز لكن هذ المرة كنا وكل صغيرة وكل كبيرة تصلني يوم بعد يوم يوميا وعلى علم عن كل كبيرة وكل صغيرة بما يدور في المغرب كامل بالنسبة لكم يوميا يوميا وخمسين الغير مستكمل للشرط النظامي للآن قالوا وقفو باش ندخلوكم في جدول الأعمال لغادي يديروه ديال الحوار القطاع اللي غينطالق في بعد الجولة التانية ديال الحوار الاجتماعي وانطلاق الحوارات الزوزارية القطاعية اللي غادي يكون بعد ما يعلن ويوقع بن موسى مع النقابات على الاتفاق النهائي الخاص بالاتفاق المرحلي ديال 18 يناير 2022 لأن هذك الشهادات كمال وكانين هناك نقاط خلافية من بينهم هذ غير مستكملين للشرط النظامي وباغين قالوا اليوم ديرو واحد المذكيرة لغير المستكملين في حين الغير مستكملين خستيخرجوا اللوائح بعد ديال اللي مكملين اللي نشوفوه الغير مستكملين قان قام زازي قال لهم قال لهم تيكملوا هذ الملف من وصلنا للجدا والطراقي والأدلة واللوائح يعني التفصيلية والمدكرات التفصيلية وتبين شاف بعينيه دا متقاعدين بالسلم التاسع دا حايا الزنزان التاسع دا حايا المادة مية وطناعش اللي تقاعد ما فيه ثلاثة ألفين وربعة ألفين وخمسة كانوا مال 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 اللي لن خص هم هدوز ولي هم دوز وحد لأن عندهم أبناء العشيرة لأن كانوا تتبنوهم واسحبوا لك شي بقي غدا يرجع الآن لن يتكرر أبدا لأن خص إصلاح الأعطاب دي المراصم السابقة وعلى رأسهم النظام هم ضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة مية وطناش اللي كان المسار المهني ديالهم راكل اللي تقاعد من فيه ثلاثة ألفين وربعة ألفين وخمسة كانت طرقي استثنائية إذا لأن الاستثناء يوقف جميع القوانين الجار بها العمل لأن كانت سيب أنا داك وما كان دراسة تفصيلية وعطي نين نعطيك باعتماد المالي ديالنا احنا ذو بزو بي أصحاب الحضاعش واللي بقدوا هالينا هاد ولي يردون ضحايا النظامين لذا زغاب ستة سنين التاسعة العشر وهرفوا علينا ودخلوا معنا بالمادة مية وطناش وصرقوا لنا الطرقية ديالنا وصرقوا لنا الطرقية ديالنا بالأقدمية العام إذن لكي لا أطيل عندكم جاني واحد هاتف تاني ديبا لكي لا أطيل لكي لا أطيل عليكم جاني واحد للهاتف ديبا فجعل الله قيدهم في نحرهم وكانين ثلاثهما اللي غادي يجوا في ساحة الواغاق نهار 22 وكان خصام بيناتهم ورافضين بعضياتهم سواء لغير مستكمالين من 2012 إلى 2015 سواء الغدارة ديال ما قبل شي وحدين من اللي كانوا داروا سواء الامرقين أصلا وقال لك عندهم متضررين من الإصلاح المقياسي البنكيرين وغادي نعود بعد حين وغادي نفسر لكم مزيان لأن جاندك وحد الهاتف وغادي رجع لكم بعد حين إن شاء الله ونفسر لكم فالقيام رانيضة وجعل الله كيدهم في نحرهم ونحن وراءكم والزمن طويل والطرقية لنا لا لغيرنا المتقاعدين بالسلم التاسع ضحايا زنزان التاسع ضحايا المادة اتناعش 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 وهم الاوائل سينصفون باذن الله وما تنسوش تفعلوا الجرس توزوا على نطاق واسع تبارتاجوا وتكتروا من جين وذلك فضلا وليس امرا شوفكم في فيديو اخر